اهلا وسهلا. مرحبا بكم في برنامجكم سايبتور كيف العادة تلقاونا كل نهار ثلاثة من المثلاثة ونص حتى للاربعة في مواضيع جديدة في فقارتنا القارة اللي اه تعودتوا بها اليوم تلاثة اربعتاش نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين راني معكم في الاخراج محمد في الديجيتال ومعكم مسامة كوتي ميكرو كيف العادة بحثينا خبير البرنامج محمد الحبيب بقى حبيش مرحبا مرحبا بك وسامة اليوم في سايبر ستوري بش نحكيه على واحدة من اهم الهجمات واقوها اه كان نجموها نعمل الكلاس مو متاحة يعطيك الصحة اللي بش نحكيه عليها اليوم اه وسامة هي من اقوى الهجمات اللي صارت على الشركات امن المعلومات. مم. وعندها شركة متاع امن معلومات صيد لها هجمة ويصير الانباكت عليها هي وعلى الحرفاء متاحة. مم. تونك بش نحكيه عليها ان شاء الله في اه سايبر ستوري سنو في سايبر اه بتحكيه علي مبدأ الحد الادنى من الصلاحيات. بمعنى. بمعنى مش نحكيه علي اللي هو اللي هو الصلاحيات اه هذا نستعملوه احنا في الماناجمنت متاع للمستخدمين. وتونزيد ونحكيه اكثر. تونزيد ونحكيه سايبر ستوري. في سنة الفين وعشرين العالم كان يعاني من ازمة فيروس الكورونا وانتشارها في اغلب البلدان. في المقابل ساهمت الجايحة هذي في العمل على تقدم البرمجيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. لكن في اواخر سنة الفين وعشرين وبتحديد في شهر ديسمبر وانصارت واحدة من اقوى الهجمات السيبريانية وانتمت قرصنة انظمة الكمبيوتر لالاف المؤسسات. من بينها مؤسسات حكومية مالية وشركات كبيرة ورائدة في في العالم. كان حدث كبير برشا الحقيقة في شهر ديسمبر الفين وعشرين ويتم اختراق شركة سولار وينس وهي واحدة من اهم شركة البرمجيات لتوفر ادوات ادارة الانظمة لمراقبة الشباكات والخدمات التقنية لمئات المؤسسات حول العالم اه وتمكنوا القراسنا من استغلال ثغرة في برنامج اوريون. النظام هذا يمكن من وصول الى انظمة الكمبيوتر للحصول على بيانات السجل واداء النظام. الامتياز هذا خليه يكون الهدف الاول والمربح للقراسنا ومنافذي الهجمات السيبريانية. الهجوم كما قلنا صار في شهر ديسمبر الفين وعشرين. القراسنا قاموا ببث تعليمات برمجية ظارة في هذا البرنامج سهلة التعليمات البرمجية اللي هو المهجمين بالوصول الى انظمة الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات والشركات هذه وتثبيت برامج اخرى تكون ضارة واضافية في اه شركات هذه. كان الهجوم تأثير كبير على امن انظمة المعلومات والهجوم هذا يخلينا امام واقع اه جديد حتى اكبر الشركات مهيش محمية مية بالمية ضد الهجمات السيبريانية. هذي قصة اه اه الاحكاية بش نزيد ونفهمو او نتعمقو في الديتاع شنو ما صار بالضبط في شهر ديسمبر الفين وعشرين. هو كيما كيما تفضلت انتي اسامة وحكيت قلت راه اه واللي قلناها كان ذكر يا اسامة من اول ما بدينا البرنامجة متاعنا سيبر تولك اه راهو بيخصو انه على بغي حتى واحد حتى شركة مهما يكون الكبار متاحة مهما تكون الاختيصاص متاحة ما هي اه بعيدة محمية مية بالمية مفهمش معدها هذي لا نوسيان بتاع اه سيكوريتي اه سان بورسان سيكوريزي ليراهو سان اكزيستو ما مفهمش حاجة كيه سان بورسان سيكوريزي باي شاكيرة شركة صولاروينز الي من اكبر الشركات في العالم الي الاختيصاص متاحة هي البرمجيات متع السلامة المعلوماتية وليزوتي متاحة هم استعملين في العالم وبما بين حتى احنا عنا شركات في تونس تستعمل تستعمل فيهم. اه صار الاختراق هذا عن طريق واحد من الليزوتي ماتاع متاع سولاروينز اللي هو اسمه اوريان اللي هو سنطيد مونيتورينج متاع الريزو في الشركة. بغمي الفونكشنال اللي تمتاعه سيلو مونيتورينج متاع الريزو. كيف صار الاختراق آم على شركة وخصيصا على آم خصيصا على برنامج اوريان صار على سولاروينز وعلى الحرفاء متاع سولاروينز على خاطر سولاروينز هي شركة صحيح اتطور البرامج لكن كيف كيف تصدي خدمات للشركات لشركات كما مايكروسوفت وكما شركات الحكومية وبرشة شركات اخرى. الخلاصة متاعنا اليوم اللي راهو حتى تكون انت شركة لاختصاص متاعك في السلامة المعلوماتية تنجم تكون اه تنجم تكون تكون ينسيب للهجمات الالكترونية به. وفي هذا احنا وسامة اه خيرنا باش كما كما تفضلت باش نحكيه على ان كونسعبت الي هو اه موجود عند ما تموجود في الدومان بتاع سيبر سيكوريتي الي هما لي سيستيم سك السيكوريتي أوب spots серنتر والغرف عمليات سلامة المعلوماتي الي هما شنو ما هدو ما لغرف الزلامة سلامة المعلومات هي راهو الكونسعبت سهل بارش القونسابت راهو اه ظهر ملي لزان français كاتربع من الثمانينات ظهر الكونسعبت بتاع يعني شركة تكون كبيرة آآ في الثمانينات هيجيوا ياخذوا المهندسين في السلامة المعلوماتية إلا مهم في في ويسميوا هذك وقال غرفة غرفة عمليات أمن المعلومات هما مجموع عملاج خاص يخدموا اوتي تكنيك بش يحميوا الشركة ضد الهجمات يعني قبل كيفاش كانت النظام كان السلامة المعلوماتية كانت متفرقة ما بينات في الشركة الكل اللي يخدم في الديفلوب مو يعمل شوي سيكوريتي اللي يخدم في الباسدوني يعمل شوي سيكوريتي اللي يخدم في النافرات سوريكتوري الرزوي يعمل شوي سيكوريتي جات الفكرة إنه مشيت لمو لمو هذا الكل في مرضومة واحدة في مركز واحد اللي هو مركز أمن المعلومات وإلى غرفة أمن المعلومات كيما غرفة غرفة المونيتورينج متاع متاع كل ما هو سيكوريتي فيزيك والديتكتور وكل كيف كيف ما عنا غرف في في الشركات وقعد في الشركات الكبيرة حتى الشركات المتوسطة اللي المهمة بتاعها شنية المهمة بتاعها هي الأمن المعلومات بصفة 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 به احنا كنرجعو وسيما شوية التالي في الدفينيسيون متاع السايبر سيكوريتي السايبر سيكوريتي الأبجكتف متاح شنوع هي قايمة على ثلاثة حاجات اللي هو la prévention, la détection et la réponse prevention, detection, and response هذا مهمة ثلاثة حاجات يعني la prévention contre les attaques la détection des attaques إذا كانتصير إذا كانتصار كيفاش باش تصير عملية اه لغاديكاسيون متاح والناحية وكذي ونرجعو نرجعو نخلق. اهي معتا باش نزيل ونفصل له هنا اه محمد الحبيب انه اه المنظومة هذي او المنظومات هذية اه بالاساس على ثلاثة مرحل ما قبل الهجمات انك كيفاش تحمي روحك وفي وسط الهجمة كيفاش تتصرف وما بعد الهجمة كيفاش تتفعل معها. هذا هو مرحل ما يمثل حاجاتية هذا هو مرحل كيفاش تحمي روحكا اول حاجاتية هي الاحتمان ممم مباركة لحم اي تحويل كثير من已经توقع تحميان حاجاتي اول حاجاتية ونرجعولو اكثر من بعد باليبوليسون متاع للسكوريتي اوبراشن سنتر وبالانتليجانس اختيفسيال. ولا حتى الحلقة المتاع اليوم وسامة مش نحكيو على شنو? مش نحكيو على الاورجانزاتيون. الاورجانزاتيون متاع السكوريتي اوبراشن سنتر كيفاش النجم يكون اوزجن ما الاميسيون متاعو? وشن هي الاورجانزاتيون اديال? وشكون هم العبيد هادوما اللي لهين بالسايبر سيكوريتي فالشرية. هل هم عباد ربوات شنو اقارين شنو ما يعمل وحتى للاستاذ المستمعين اللي يحب ان شاء الله اه اللي يقرأوا ولي يسمعوا فينا وهما يقرأوا ويعملوا في كورسوس الانيبيرسيتير علش ليه ما يخموش انه يكونوا بش نجموية بش نجم على خطر راهوا السوق الشغل في تونس والبرة من تونس وشجعهم بش يكونوا في تونس راهوا طالب برشا مازالوا العباد مازالوا عندهم شاص انه بش يخدموا لكن من هنا عشرة سنين القدام تنرجم تطيح شوية اما تنرجم المختص هو اللي يتحكم في هدا يعطيك الصحة بش مالي ومعاتش نقريو كيفاش تستعملو تي مش مالي ونقريو كفاش تاناليز وكفاش تاخو لبون ديسيزيون خطر بلي بش تخلط مع الانتليجنس ارتيفسيال بتدر نجم قوله الانتليجنس همان ما عندها حتى مقارنة فماش مقارنة طبعا فماش مقارنة بي شو ما الاكتيفيته متاع السوق ده هو السؤال اللي نجم يتسأل شو يعمل السوق كما في اي شركة عن الديبارتمان الديبارتمان في الانفرماتيك الديبارتمان في الديلكسون جنرال وما تابعوا فما ديبارتمان هذا وإلا الانتتيتة اللي يسمى السوق بي اول حاجة يزيمنا نعرفها انو الديبارتمان هذا يلي بازي على تخوة تخوة بليه البليه اللول اللي هو الرسورس سوما البيبول معناتها العباد العباد هادوما اللي هما لزاناليستسوك والمهانسين هادوما بش يستعملوا ديزوتي تكنيك نوك عنا البيبل وعنا التكنولوجي عنا بش يستعملوا دي دي تكنولوجي وبش المهانسين يستعملوا تكنولوجي هادو يزموا بدي بروسس واضح انو كيفاش شنو يقوم اذا كان صارت شنو هالي شون يقوم به اذا كان صارت شون يقوم به بش يعمل اناليز دوك بش نلخصو الموضوع متاعنا راهو كما اي ديبارتمان في شركة كما اي اه ارغانيزازيان راهو اللي بازي على اول حاجة لغوسوخ زمان اللي كمبتنس متاع لغوسوخ زمان ثاني حاجة التكنولوجي معداش نوما لزوتي اللي بش يخدم بهم وثالث حاجة اللي هما البروسس اللي بش يشتغل بهم على خاطر ما نجموش نخليوها اه مسامحوني في الكلمة مسايبة دو تالسوخت انو راهو كل واحد يخدم كما يقول له راس ولا يعمل شوية روشاش على جوجل وشوفش لا يزم كون فما بروسس معين انو بش ينضبط بها الخاطر راهو قاوية يعطيك الصحة راهو مل 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 زكيب كي سون تخي سنسيبل تخي سنسيبل معتالي قاعدين يعملوا في راهو اه في نعطيك مثال راهو نجم في غلطة ركت نجم توقف شركة كاملة نجم توقف اه بانك كامل انك في في العلخة نجم توقف اه شركة كاملة نجم توقفها في غلطة متاع اه كنفيجوراس ولا في غلطة متاع مانيبولاسيان اذك عليش انقولو راهو كيف انقولو البيبول انقولو ترينيك متاح انقولو الفرماشيان انقولو لي كمبيتانس متاح به ايش نو ها يعمل للاسيكوريتي اوباريشان سنتر ساعة هو كي ما كي ما آم آم معنطها انلا ديفيني راهام سيون اكيب دو بحسون اللي قاعدين هاللي قاعدين لهنا قدامو بيبداو كي ما في الفلم قدامو بدي زكران بارشة دي زكران ودي غراف وتقول انتي كفاش بشي نجم ينطبع لغراف هذوكم يزم تعرف انو لغراف والل زكران هذوكم يسون أليمانتي بغ دي دوني دك اول حاجة سيكوريتي اوباريشان سنتر يعملها هيو سي حاجة سيار في شركة دانركزي تحل تحل تصوير من فهلا وضع تحل تحل التصوير في الصزولة واللغراف واللغراف كي ما نحكي ويجب دوني أحنا مررت إلى الإلَيضة الولغ دي دوالية لغ دي دوالي لوگ دكتب تحل 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 تحلث بشي قوم بعملية لغبات خيمة بتاح بشي جيب عندو. علاش بوغفير لاناليز بشي عمل لاناليز متاح? هلانو في وقت الاناليزة? في وقت الاناليزة. في وقت الاناليزة ما تكون ريال تايم ريال تايم يعطيك الصح. دوك مع الدوني يزم لاناليزة متاح. ما تخسر حتى وقت طنك. ما ضيعش الوقت. يعطيك الصح. لكن فما حاجة لازم نحكي عليها وهي مهمة برشا انو راهو كما تعرف راهو يا اسامة انو راهو لshy necesem ريالة في الشركات. دي system كله اه مع 효 مع القهمة ما انته يخرجوا في دي لغ دي lå Ок يعطيكwa تخارج في دي لغ ديفيران معنا تروا الويندوز مش كما بش كما الذي اللي نوكس مش كما بش خرج لك الواق LAN... لا نا decimal مش كما الفورتينت الفورتينت مش كما الصوفوس مع انته مع انتة بارشا انواع بتاع بتاع دي فيشي ليو مش تصير لاناليز متعم اول حاجة يلزم غير مدعب التقدم كبير برشا انو مش تصير متاع الوغ و الاناليزه متاع بيه مع الاناليزه ده كفا ما سكن اكبر لك غير لش معه انك تحاول تلملي المتاعك وتحاول انت ماشي انت تحاول معليه سيستام باش يحاول يعمل كوريلاسيان كوريلاسيان بازم حولي لو بالعربية معنيش لكن يشوف اناناليز فماشي اه ان سيناتور داتاك بخطر هو لاتاك كيفاش تصير تصير صور بلوزيخ سيستام يبدأ ملول عالفايرولم بعد عالمساجيري بعد عالمساجيري عالكتو داريكتوري وانت يماشي وكي ما قلت لكل سيستام بشي خرج لوك تخي ديفيران دونك دوكو اذا كان مش تقعد تقرأ من هذا وتحاول تفهمه بعد تقرأ من السيستام لاخر وتفهمكش باش ناجم او الحاجة باش تضيع وقت ولاتاك باش ينجح يعطيك الصح دوك كيزن فامس كون ابل لكوريلاسيان لكوريلاسيان دو لوك اللي هو باش يلم ديفيران ديفيران لوك و بشي تصير لاناليزم تاح والثاني حاجة سي لا جستيان ديزان سيدان ولا لانوتيفكاشن ديزان سيدان على خطر وقلي تلمنتي للوك متاعك يناجم السيستام يقول لك رد بالك يا اسامة راهو فما ناجم تكون فما ديبيو متاع اتاك ديبيو متاع اتاك راهي جاية بالسيستام هذا وتعديت بالسيستام هذا وخالطة لهنا باهي معنتها اللي هو كي ما معتا تخي تخيل روحك تخيل روحك انتي كالهاكر يبدأ قدام معتا فورتوريس متاع معتا يزمو يطيح الباب هذا بشي تعدى للباب لاخر بشي تعدى للباب لاخر بشي تعدى للباب لاخر ويطيحو معتا. نعم بتتضمينو لهنا. يعطيك الصحة هو لهنا على كل محاولة بتاعو رو اعرف رو بشي خرج بشي خلي 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 حاجة الدل انو راهو. الدل انو راهو. فماش كون قاعد يقوم بعملية اختراق. نجم تكون اه جنراسيو متاع فيشي لوك. مثال نعطيك مثال اكثريت لزاتك اللي يصيرو ما يصيروش في وقت الشغل. يصيرو البرة من وقت الشغل يعني في الليل. السيستام متاعك يبدأ يدور في الليل واحد ولا قاعد يخدم هوش عاجة عادية. مش عاجة عادية دوك. مش كما تلقى انتي معتم موجود في وسط النهار وقاعدة تتعامل مع البيسي متاعك ولا تلتونك. يعطيك الصح. يعطيك الصح. دوك دوكو العبد ما هوش بشي ناجم يقرأ دي مليار دوليني متاع لوك ويقعد يفهم فيهم بالكعبة بالكعبة هذا كي يزمك جند كامل. ما يفهم دي سيستام اللي هما يصيرو بعد يقوموا بعملية الاناليز. الغبات خيمان للاناليز متاع لوك هذو. وبعد قولنا فهم على جستان دي زانسي. نو اذا كان فما صارت مشكلة بايش يقول لك راهو رد بالك راهو فما آآ فما راهو فما آآ عندي اسم تاعاتاك ولا رد بالك راهو تنجم تكون فما آآ يناتاك. نوك هذو بصفة عامة شنو هيعمل شنو هيعمل السوك. جست نقطة اخيرة. حاطين مش نرجالك في نقطة اخر. كامل لنقطة هذي الاخيرة. نقطة هذي نو راهو لسوك فما دو تيب. ديزان ترو تيب دو سوك. فما سكونا به لسوك انتر. انترنل سوك. شنو الانترنل سوك? اللي هو وسمة آآ لشركة تخير انها تخير انها تقوم بعملية الروكوتما انترن متاع السوك متاحة. معنا نتا ناخده مثل مثال مصرف ولا بنك. السوك اللي هما سيديز امبليي متاع المصرف ذاكو اللي ديزان بويني متاع الوزارة اللي هما انترن. وفما الاكسترنل سوك. شنو الاكسترنل سوك? الاوتسورس. يعني الشركة ناخده شركة مثال بيش تعمل السوك متاعها. نجم هي يكونو عنده هي. يات نجيل المزود خدمات وتقول له راهك تحبك انتي تاخذ لي السوك متاعك. ولهنه يفما دي دي لام كبار اللي يزي منا نحكيو عليها. وفما الايبريد سوك اللي هو شنوه? آآ وسامة اللي هي آآ وسامة دي سيستم إبريد. معنى تا عندك اكيب انترن. ومكي يسو بخطيه بار ينكيب اكسترن. وذوما لتخوة كنفيق ولا لتخوة تيب دي سوك هذوما موجودين عنا حتى في توانس نحكيو على بشا شركات قاديني قوموا بيه تنتزويت لخدمات هذي. وكل واحدة عندها لزاونتاج وعندها لزاونتاج وعندها لزاونتاج. بيش نواجع النقطة خط الوقت يزرف فينا محمد الحبيب. آآ انتي قلت القراسنة اوقتي عاملوا لاتاك متاعهم يخليوا التراس. هل انه آآ عليش يخليوا التراس؟ انا عارفوا احنا جاني للماء لازوك ما تخليش تراس. خطر السيستام متاعك هذيك معنى اي اوبراسيون مش تعملها هما نعطيك آآ في البروسيس متاع نقله هذي معنى البروسيس متاع اتاك معنى كيفاش اتاك تصير كيفاش اتاك تصير. فما اه ديكوفيرت متاعلي فاي وفما الاكسبوتاسيون متاعلي فاي وفما السرقة متاع الدنيا وفما في الاخر بكل يقول لك آآ يزمك تفسخ التراسم تاعك. اذا كان انا تكون ولا هاك بش يوقض على كل اوبراسيون يعملها يدخل يفسخ اللوق يدخل يفسخ اللوق يدخل يفسخ اللوق شي ضيع الوقت هو. شي ضيع الوقت يعطيك الصحة. يعطيك عليش هي تصير بعملية هي سين اوبراسيون كي تخيز اوغانيزي ما تراه حتى في في التنظيم متاع القراصنا بنظمين فما شكون يخدم يعمل عملية القراصنا فما شكون وراه يقعد ينظف يقعد ينظف يقعد ينظف ينظف معتا هذيك علاش وليو سيبوكو بلو كومبليكي. ماذاك علاش وليو لغابات خيمة متاع اللوق ولا تصير حاجة تطلع بش ما يخليش الوقت للهاكر بش يفسخ. ونعطيك حاجة ما اكثر من هيك وراه القراصنا وليو يلبسوا بلوب س автомتاع الالالالالبسة معني ديج ippleما مش 요ر يسرق الدونة متاعك. انو يحط روح في بلاسة وجقوم بعملية الاختراق وهو كifferوا في شركت الله مع ديج مثلا عندك يجي يلوغي على السيستام ولا يدخل على السيستام نص الليل ولا ماضي ساعة حاشتين يكون هو خدام بره يكون فما قرصان قاعد يحاول باش يدخلك لسيستام. هكي عليش قلنا من لول الحاجات هدو ما يصيرو في الليل. يعتك الصح. يعتك الصح. واضح. احنا باش نكمل ان شاء الله في حلقتنا القادمة لحديث على الموضوع في سايبر سوري سينو خلنا مشيو سايبر مبدأ الحد الادنى من الصلاحيات. كنزيدو نفهمها المعاني هيدو من كل. اشنو باش نسهلو على السادة المستمعين باش ناخدو قصة صغيرة ونحكيوها لسادة المستمعين. باي. اه فما شركة باش الداخل اه مش يدخل جديد اسمو سي وساما. سيا وساما بش يدخل يخدم جديد في الشركة هذي. كموظف اه مثلا في قسم شراءات. واحد اسمو مساما بش يدخل اللاهي اختم. سيا هذا ما ادوات العمل. ادوات العمل. الان فما حالين. حاشتين. سواء يبدأ عندي احنا الكتالوج دي زاكسي. الكتالوج دي زاكسي شنو نعرف راهو في الشركة متاعي تبدأ شركة منظمة برشا. انقول راهو اللي في بشيخنا في البرتشيزنج راهو مثلا هاو شنو يلزمو صلاحيات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. وهذا شنلزمو? مايفوتهمش. مايفوتهمش وهذا كي يخذها. وفما في الشركات اللي تبدأ الامور ماهيش منظمة برشا. دوك شو هنعملو? فما شكون يعطيه برشا صلاحيات. يقولو اخلو ما بعتوه ناحية لك. وفما شكون. يكتفي بوحدك اهو. ما يعطي حد شي. اه. اه. اختم هاو عندك مساجرية حتى مساجرية تبدأ مساجرية متبدأش اكستيران وعندك ونبدأ نشوفه معاك انتي شنو تستحق ونبدأ نعطيك بشوية بشوية على قد انتي شنو تستحق. سمعني. يعني اللي هو كيف يدخل موظفة جديدة عنا. نحاولو نعطيه اقل ممكن مصالحيات حماية لهو والشرك. راو موهوش ام تعصفا. راو نعطيه اقل ما يمكن. اول حاجة نبداله ما نعطيش اكسي انترنت. ما نعطيش اكسي انترنت. يستحقو. نحكيلك من براسيك ما نعطيش اكسي انترنت بش يخدم عنده يخدم باللوتي متاع ومبعد اذا كان يستحق ان اكسي انترنت نعطيها لكسي انترنت. نعطيه احنا في اللي سيستام عالنا سواء معتا انتي بش تدخل على ان لوجيسيل تدخل سواء موض كونسولتاسيان جست بش تقرك هاو سواء موض كرياسيان سواء موض موديفيكاسيان هذوب هم اللي يتفير اول حاجة نبداها وسامة بش يدخل نعطيه اقل ما يمكن مصالحيات متاعه اقل ما يمكن الصلاحيات اللازم في اللازم. للحماية كيما قلت لي هو والشركة. هو والمعطيات الشركة اكثر منه راهو تعصفا معتا بارش عبادي يراوها انه راهو هذك تعصف على الموظف لها لكن راهو حماية له معتا باش يركز مش مش يركز في خدمته ولكن باقل الاغلاة باش كان لقدر الله اسامة تصير له عملية قرصنا القرصان اللي باش ياخذ الهاكر ما ينجم يقوم بعمليات كان بالبروفيل متاع اسامة. شو معناتها? معناتها راهو ما ينجم يقوم كان بالعمليات ينجم يقوم باهم اسامة. وكأنه باشي تحصر في اه في رقع معايدة. اشي تحصر في الصلاحيات بتاع اسامة اكهو. اذا كان اسامة مثلا اطلع بجرات ولا هو مدير الشراءات وبعد ولا اه مدير للعب. الصلاحيات بتاعوا بشي كبر وهكا ولا? دوك الحماية بتاعوا ما تكبر. الحماية بتاع الاكاونت بتاعوا ما تكبر. دوك اذا كان نصيحة اللي نعطيها للمستمعين. لهنا يمكن اكثر لشركات ولديسي. وقت اللي نعطيه الصلاحيات. نعطيه اقل ما يمكن من الصلاحيات ومبعد نداون زيده. مش بالعكس. نعطيه كل شيء ومبعد نداون نقصه. لهنا يظلي العام الجديد ولا الانجنيئر ولا ولا غيره لازم هو يتفهم الموضوع ذي. يعطيك صحة. ذيك عليش? فورماسيون? انتي سبقتنا. ذي مش نكملو الحلقة اللي هو. يعطيك صحة. محمد حبيب الحبيش. يعطيك صحة على كل هذي المعلومات. شكرا لكم انتم زادا على الاستماك في العادة تلقى لفيديو متاعنا موجودة على الشيط يوتيوب اكس بلاس افهم نتقابل كلتا جي في لبنة.